اشتركوا في القناة احياكم الله مشاهدين الكرام في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية عظم الله وجورنا ووجوركم بجرح امير المؤمنين عليه السلام سيكون موضوع هذه الحلقة هو عن جرح امير المؤمنين عليه السلام مشاهدين الكرام فاصل ونعود اليكم عدنا اليكم مشاهدين الكرام في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية رحبوا معي بضيفي هذه الحلقة سيدنا سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شلونك يا بي سيدنا الحمد لله بخير الله يحببك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين أبا القاسم المصطفى محمد آله الطيبين الطاهرين قبل ذي بدء أشكر قناة الإمام المادي الفضائية وكادرها على استضافتي وأتاحة الفرصة لي وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكسب إطاعته وكسب مرضاته وكذلك عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرتي شفاعته مشاهدين الكرام طبعا برنامجنا بمجموعة مكعبات وكل مكعب يحتوي على سؤال وهذا السؤال يوجه لضيف الحلقة المكعب الأول سؤاله اسمك الثلاثي وعمرك وسكنك اسمي محمد مهدي مبر جواد القزويني عمري 15 عاما ساكن في كربلاء المقدسة المكعب الثاني سؤاله في أي مرحلة دراسية في الصف الثاني متوسط المكعب الثالث سؤاله طموحك العلمي بصراحة عندي الكثير من الطموح لكن أكثر طموح متوجه إليه أكثر شيء متوجه إليه هو مجال الطب يعني عاد أكثر مجال ناجح بالعراق وخصوصا طب الأسناء وأحب أذى رب العالمين وفقني ودخلت لهذا المجال أخصص يوم الأربعاء للأيتام المكعب الرابع يوجه لك سؤاله شنو يعني لك الشهر رمضان المبارك الشهر رمضان هو شهر الخير والرحمة وشهر التقرب إلى الله والرجوع إلى الله وهناك بعض الأشخاص يقول خاصة الشباب يعني يقول أنا بأدني عمري صغير خلي أعيش حياتي بأدن لما أكبر أروح أتوب لكن يقول الإمام علي عليه السلام فتدارك ما بقي من عمرك ولا تقول غدا وبعد غد فإنما هلك من كان قبلك بقامتهم على الأمان والتسويف حتى أتاهم أمر الله بغدة وهم غافلون خليكوا يا نسيدنا مشاهدين الكرام فاصل ونعود إليكم عدنا وإياكم مشاهدين الكرام في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية المكعب الخامس يطرح عليك سؤاله إشلونك ويصوم العبادات صراحة مهما العبد أتعب نفسه بالعبادة وجدة واشتهد سيبقى مقصرا تجاه العلي العظيم لكن نسعى أن نكون كما قال الإمام عليه السلام المؤمن للمؤمن مضمون الرواية بصراحة لا أتذكرها لا تخطرني مضمون الرواية للمؤمن ثلاث ساعات ساعة لربه وساعة لنفسه وساعة ليحاسب المرء نفسه المكعب السادس يسيرك ماذا تعني لك ليلة جروح أمير المؤمن بالحقيقة هذا أمر جدا عظيم وثقيل على قلب كل مؤمن والروايات تقول أن السيف وصل إلى أم رأسه ونادى جبرايل عليه السلام في السماوات تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت والله العروة الوثقة قتل ابن عم المصطفى قتل علي المرتضى قتل سيد الأوصياء قتله أشق الأشقياء المكعب السابع سؤاله شي توجه رسالة للي يبكون على جرح أمير المؤمنين عليه السلام بصراحة أقول لهم هنيئا لكم ووفقكم الله سبحانه وتعالى ورزقكم زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة والثبات على طريقه والحقيقة البكاء والدموع التي تنزل على أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام حقيقة هذا الأمر يحتاج إلى توفيق ويقول الإمام الصادق عليه السلام مضمون الرواية من بكى على أهل البيت ولو بمقدار جناح ذبابة محى الله ذنوبه ولو كانت بمقدار زبد البحر المكعب الثامن يوجه لك سؤاله لو كنت في ليلة جروح عمير المؤمنين وشفته اشراحة تقول لي اشراحة توجه له أقرأ لهاي القصيدة أقرأ لهاي القصيدة راح القبول جان خام علينا اشراحة تقول لك اشراحة تقول لك اشراحة تقول لك اشراحة تقول لك نعيشي بكرامة وسافى علي راح يدنيا بخضابة قبل جنا نحتاز نروحي على بابة صدقها استصرنا يتامى بغيابة أبونا 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 تشعان أبونا محلى الفجور تشعان نسمع اذان والسان نجي نشوف خالي مكانا دفنوا وشيقنا الأولي وما عدنا بالدين يا علي وراح من دينا وراح من دينا وراح من دينا وراح من لا وراح من دينا وراح من دينا وراح من دينا وراح من دينا وراحل الشكرا لك شكرا لك حيوبي سيدنا الله يحك Straßen شكرا لكم مشاهدين الكرام مشاهدين فاصل ونعود الى مسك ختام هذه الحلقة عدنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى مسك ختام هذه الحلقة سوف نهديكم هدية بنهاية الحلقة ألا وهي قول لأمير المؤمنين أفضل الصلاة والسلام عليه قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام صوم النفسي على الذات الدنيا أنفع الصيام مشاهدين الكرام إلى هنا أنتهت حلقة من حلقات برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية في آمان الله ترجمة نانسي قنقر